قلب الفتوة وإنسان عينها ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا الإيه؟ أن وأن تكرم من يؤذيك سماحة لا كظما ومودة لا مصابر أن تقرب من يقصيك وتكرم من يؤذيك سماحة لا كظما ومودة لا مصابر نرجع تاني الصفة العبد لا يدخل فيما لا يعنيه ولا يبخل بما لا ينقصه وصفه الصدق والعفة والإيثار والتواضع والحلم والوقار والاحتمال لا يتوقع لما يبزله للناس عوضا منهم ولا مدحا لا يعاتب لا يعاتب ولا يخاصم ولا يطالب ولا يرى له على أحد حقا ولا يرى له على أحد فضلا هو للعبد أقول الصفحة دي تاني تاني تدفع كم الصلاة عن النبي احنا ما بنقبلش الله الصلاة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه عشان كده لما صلاش عن النبي لا يحل له أنه يسمع ادفع صلى الله وسلم وبرك على النبي محمد قد حمل كله ومؤنته عن الناس واحتمل أزاهم وكف أزاه عنهم وبذل لهم نصيحته وسبل لهم عرضه ونفسه لا لمعاوضة ولا لذلة ولا لعجز لا يدخل في ما لا يعنيه ولا يبخل بما لا ينقص وصفه الصدق وصفه الصدق والعفة والإيثار والتواضع والحلم والوقار والاحتمال لا يتوقع لما يبدله للناس حوضا منهم ولا مدحا هو مش منتظر زي مادة ياخد مش أنا ده ولا منتظر من حد يقول له لأنت كريم أوي صراحة ولا منتظر من حد يقول له شكرا قول لي شكرا لا يعاتب ولا يخاصم ولا يطالب ولا يرى له على أحد حقا ولا يرى له على أحد فضلا دي اللي قالها الشيخ الهروي في منزلت الفتوة قلتلكم هذه الجملة مما يعض عليه بالخناصر قال قلب الفتوة عارفين الفتوة يا فتوة كده واحد فتوة الفتوة ده مين قال قلب الفتوة وإنسان عينها ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا أنا أحسن من مين أنا مش أحسن من حد لا ترى لك فضلا لا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا ما تعتبرش أني لك حق على حد عارف لما تمرض وترؤد مش شايف من حقك أن فلان يزورك فلو ما جزارك ما تزعلش ليه مش من حقي هو اللي بيزعل بيعتبر ده إيه من حقي أن يسأل علي لو ما سألش أزعل لا هو لا يرى لنفسه حقا أنا ما ليش حق على حد اللي هي دي لا يرى له على أحد حقا ولا يرى له على أحد فضلا هي هو ده الإنصاف ترجمة نانسي قنقر